الشركة قالت عنه قمة في عالم التصوير هذا غير أنه الآن مدعوم بالذكاء الاصطناعي بمميزات كثيرة تعالوا أعرفكم على شاومي 15 حياكم الله معكم أخوكم طارق من قناة طارق تيكس واليوم مراجعتي لهاتف يعني حتى في الحفل لما غطيته وتكلمت عنه تفاجأت من كمية المميزات والمواصفات ويعني من الشركات النادرة اللي يعني تطلع لك كثير من المميزات خلال إصدار واحد الإصدار الماضي كان في بعض المميزات للذكاء الاصطناعي وبعض المميزات في التصوير لكن هالسنة ضاعفوها ودبلوها بنتكلم عنها كلها كاملا لكن في البداية لازم نستكشف محتويات الصندوق أول ما نفتح العلبة الجميلة واللي جيتنا بتصميم أنيق صراحة أنا يعجبني كذا العلبة اللي ما فيها زخارف ولا شي بداخل العلبة يجينا الهاتف طبعا الهاتف يجي بثلاثة ألوان وكل الألوان هذه جميلة جاية مطفية كذا لكن في كل الأحوال جميل جدا عندنا كابل الشحن وما ننسى أنه يجي معه غطاء من السيليكون قوي ويحمي الهاتف من السقوط أو يتعرض لأي عوامل خارجية ولما نجي على الشكل الخارجي تصميم أيقوني بصراحة يعني بداية من شكل أو مصفوفة الكاميرات بالخلف شكل جميل كذا مربع انسيابي ونفس الهاتف كله من كل الأطراف مربع لكن الأطراف انسيابية تشعر بثقة كذا وانت ماسكه بيدك الإطار اللي موجود على أطراف الهاتف مصنوع من الألمنيوم وزن هذا الهاتف 191 جرام وسماكته تقريبا 8.08 من الملي عندنا من الأسفل منفذ استخراج الشريحة ومدخل الـ USB للشحن ونقل البيانات وعندنا مكبر صوت سبيكر من جهة اليمين عندنا زر التشغيل وزرين رفع وتقصير الصوت من ناحية الشاشة كبروها أكثر وقللوا الحواف اللي موجودة بالأطراف فهذا أعطانا مساحة أكبر بالنسبة لهيكل الهاتف الكلي الخط الأسود اللي يعتبر حواف أو إطار الشاشة مقاسة 1.38 من الملي وعندنا نقطة فوق بالأعلى وهي كاميرات السلفي الشركة استخدمت تقنية جديدة تعطي مساحة أكبر وتقلل الإطار بنسبة 20% اللوحة الزجاجية اللي موجودة على الشاشة لهاتف شاومي 15 مصنوع من قبل شاومي مقارنة مع الإصدار السابق فهو أفضل بعشر مرات والإطار المصنوع من الألمنيوم أيضا أفضل بـ 33% بس الشي اللي أعجبني إنه محافظين على هوية هواتف شاومي بالنسبة لي لو تشوف الإصدارات السابقة وهذا الإصدار بتلقى فيه تطور ملحوظ بس بنفس الوقت فيه الهوية الخاصة بشاومي فتعرف إنه هذا الهاتف هو شاومي الشركة أطلقوا عليه قمة عالم التصوير وفعلا لو أوريكم الصور اللي تم التقاطها عن طريق هذا الهاتف طبعا بدون تعديلات اللي بتظهر أمامكم عندنا الكاميرات الخلفية ثلاثية الرئيسية 50 ميجا بيكسل وعدسة التليفوتو أو التقريب 50 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا بزاوية واسعة للغاية من لايكا أيضا 50 ميجا بيكسل وكل العدسات من لايكا أما مستشعر الكاميرا فهو لايت فيوجين 900 وحجمه 1.31 على 1 بوصة من وقت ما تاخذ الصورة إلين تطلع لك على الجوال هي تمر بأربع مسارات عن طريق الذكاء الاصطناعي الكاميرا أيضا تدعم التقاط السريع للصورة عشان قبل ما يفوتك المشهد فهي تاخد ستة أجزاء من الثانية في التقاط الصورة ولو التقطت الصورة وطلع في شيء مغبش بتعطيك تحسين أفضل عشان تطلع لك صورة جودتها عالية إذا كان مشهد اللقطة بس كذا فممكن توسعه إلى هذا الحجم وهذه الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي هي ميزة توسيع الصور ميزة محول عناصر بطريقة احترافية جربت التقط هذه الصورة وقلت له امسح العناصر اللي موجودة بالأمام وبقي لي بس المشهد بالخلف أما من ناحية تصوير الفيديو فيدعم 8K ويدعم أيضا تنسيق اللوغ اللي يعطيك التصوير الخام فأنت تاخده وتلون الفيديو بالألوان اللي أنت تبغاها لكن ميزة هذا اللوغ أنه يصورون فيه التصوير السينمائي الاحترافي الأفلام المسلسلات الإعلانات ومع تصوير الفيديو أيضا يستخدم أربع مايكروفونات خلال التصوير خلصنا أهم مميزات الكاميرا نجي عند مميزات الذكاء الاصطناعي عندنا ميزة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي تقدر تطلب منه يكتب لك مقال يكتب لك منشور يكتب لك ملخص لكتاب أو ملخص من صفحة وعندنا ميزة التعرف على الكلام مثلا أنت جالس فيه اجتماع وسجلته صوت أنه ياخذ التسجيل الصوتي ويفرغه إلى كلام مكتوب ومو بس يفرغ الكلام المكتوب لا يقول لك المتحدث فلاني قال كذا والمتحدث الثاني رد عليه بكذا البحث بداخل الهاتف أيضا صار مدعوم بالذكاء الاصطناعي فهو يتعرف على المحتوى الموجود بداخل الهاتف ويعطيك إياه عشان توصله بطريقة أسرع واحدة من المميزات الجميلة الخلفيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي الخلفيات الدايناميكية فلو عندك صورة ثابتة تبغى تخليها خلفية لجوالك أول ما تفتح الشاشة رح يقول لك بأسوي تغيير عليها وخليها متحركة وعندنا أيضا تحالف وتعاون مع جيميناي هذه الخدمة الذكية من جوجل تقدر تستخدم ميزة ارسم دائرة علشان يبحث لك الشيء اللي رسمت عليه الدائرة نجي نتكلم عن العتاد والمواصفات اللي موجودة بهذا الهاتف حجم الشاشة 6.36 من البوصة ومعدل تحديثها من 1 إلى 120 هرتز سطوع هذه الشاشة 3200 نت أو 3200 شمعة المعالج من Qualcomm Snapdragon 8 Elite معالج الرسوميات تحسن فيه 44% استهلاك للطاقة قل إلى 52% أداء الذكاء الاصطناعي ارتفع إلى 105% حجم البطارية 5,240 ميلي إمبير آور وتعتبر كبيرة بالنسبة لحجم هذا الهاتف فممكن يشغلك فيديو بشحنة كاملة في 25 ساعة قدرة الشحن السلكي 90 واط أما قدرة الشحن اللاسلكي أو الوايرلس فهي 50 واط الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 وأخيرا يدعم الأشعة تحت الحمراء فممكن تستخدمه بديل للريموت كنترول التلفزيون، الرسيفر، المكيف وغيرها من الأجهزة اللي تكون معاها ريموت كنترول في الختام أتمنى أني غطيت لكم أهم وأبرز المميزات والمواصفات اللي موجودة في هاتف شاومي 15 إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب وترسلونها لأصدقائكم وأحبابكم ويشرفني أيضا أنكم تشتركوا في قناتي أو تتابعوني على أحد حساباتي اللي بتظهر على الشاشة ألتقيكم إن شاء الله في مراجعة أخرى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر